با تنظيم وظيفة التخزين هناك عدد من الجوانب التنظيمية الخاصة بوظيفة التخزين وأهم هذه الجوانب هي تبعية جهاز المخازن وتقسيم أوجه نشاط التخزين وأخيرا مركزية ولا مركزية التخزين وفيما يلي مناقشة لكل هذه الجوانب أولا تبعية جهاز المخازن عند تحديد الجهاز التي يتبعها جهاز المخازن يجب مراعاة عدد من الاعتبارات أهمها ضمان تقديم خدمة الجهاز لجهات الاستخدام بنفس المستوى وعدم التحييز لجهة معينة دون الجهات الأخرى ومنطقية العلاقة بينه وبين الجهة التابع لها وأثر هذه التبعية على فعالية وكفاءة أداء وظيفة تخزين بالمنشأة ويمكن أن تتبع المخازن لأكثر من جهة منها إدارة الشراء أو إدارة الإنتاج أو الإدارة المالية أو إدارة ضم الشراء والتخزين أو إدارة المواد اثنين تقسيم وتجميع الأنشطة يمكن تقسيم وتجميع الأنشطة استنادا إلى أكثر من أساس للتنظيم وهذه الأسس هي الوظيفة المخزنية والأصناف المخزونة والمنطقة الجغرافية ويمكن الجمع بين أكثر من أساس وفيما يلي توضيح لكيفية تطبيق كل من هذه الأسس الثلاثة أولا الأساس الوظيفي الوظيفة المخزنية طبقا للأساس الوظيفي يتم تخصيص وحدة تنظيمية لكل من الوظائف أو الأنشطة المتعلقة بالتخزين وبالتالي قد يكون هناك وحدة للاستلام وأخرى للفحص وثالثة لمراقبة حركة الوارد والمنصرف من المواد وهكذا ثانيا الأساس السلعي الأصناف المخزونة يتم استخدام الأساس السلعي في تنظيم المخازن حيث تقسم الأصناف المخزونة في مجموعات كل مجموعة منها متجانسة وتختلف عن المجموعات الأخرى ويتم تخصيص وحدة تنظيمية تكون مسؤولة عن كافة العنشطة المخزنية الخاصة بكل مجموعة ثالثا أساس المنطقة الجغرافية طبقا لأساس المنطقة الجغرافية يتم تقسيم وتجميع أوجه النشاط المخزني جغرافيا بحيث يتم تخصيص وحدة تنظيمية للمخزن الذي يقع فيه في منطقة جغرافية معينة ثالثا المركزية واللا مركزية في التخزين تعتبر المركزية واللا مركزية من الجوانب الهامة في تنظيم وظيفة التخزين وقد تطبق المركزية أو اللا مركزية على سلطة اتخاذ القرار أو على الأداء المخزني ويؤدي تطبيق مركزية التخزين إلى تحقيق عدد من المزايا وإن كان يصاحبه عدد من العيوب وينطبق نفس الشيء على تطبيق اللا مركزية لذلك فلا بد من تحليل كل من البديلين المركزية واللا مركزية من حيث المزايا والعيوب وذلك باختيار البديل الأنسب وفيما يلي عرض مختصر لأهم مزايا وعيوب كل من المركزية واللا مركزية في التخزين أولا مركزية التخزين أهم مزايا مركزية التخزين واحد التنسيق بين أنشطة التخزين مما ينتج عنه تجنب أو تقليل الازدواج والتضارب في هذه الأنشطة اثنين إمكانية تحقيق وفورات في تكاليف التخزين ثلاثة تحقيق رقابة على درجة عالية من الكفاة والفعالية على أعمال المخازن أربعة وسيلة للتدريب المسؤولين عن العمليات المخزنية من حيث الإلمان بجميع أنشطة المشروع في فروعه المختلفة خمسة سهولة تقييم العداء في وظيفة التخزين أهم عيوب مركزية التخزين أولا صعوبة تقييم أداء المديرين المسؤولين عن الفروع حيث أن عاملا أساسيا من العوامل التي تؤثر على أداءهم هو التخزين لا يقع تحت سيطرتهم المباشرة ثانيا صعوبة الاتصالات بين المسؤولين عن التخزين والإدارات الأخرى في المشروع أو الفروع المنتشرة إذا كان هؤلاء المسؤولين ليسوا على درجة عالية من التأهيل لذلك قد تفكر إدارة المشروع في التحول إلى اللامركزية ثانيا لا مركزية التخزين أهم مزايا لا مركزية التخزين واحد تطبيق مبدأ تعادل السلطة والمسؤولية المديري الإدارات أو مديري الفروع حيث أنه في الوقت الذي يكون فيه مسؤولين عن كفاءة واقتصاديات العمليات في مجالاتهم يجب أن يمارسوا الرقابة وظيفة التخزين اللازمة لهذه العملية ثانيا ضمان تلبية احتياجات هذه الجهات من المخازن بالسرعة المطلوبة بقل حد ممكن من التأخير أهم عيوب لمركزية التخزين أولا صعوبة التنسيق بين أنشطة التخزين على مستوى المشروع ثانيا صعوبة الرقابة على أعمال المخازن ثالثا صعوبة تقييم الأداء المخزن الرقابة على وظيفة التخزين تخضع وظيفة التخزين للرقابة وذلك بهدف التأكد من أنها تتم وفقا لما هو متوقع منها والكشف عن أي انحرافات والعمل على تصحيحها ومنع تكرار وقوعها في المستقبل وفيما يلي عرض مختصر لطرق مراقبة المخزون أولا تحديد مستويات التخزين يتم تحديد مستويات المخزون من الصنف وهي أساسا الحد الأدنى والحد الأعلى ونقطة عادة الطلب لذلك فإنه عند الوصول إلى كل من هذه الحدود أو تجاوزه فلابد من اتخاذ قرار معين سواء كان هذا القرار يتخذ أوتوماتيكيا عند هذا المستوى أو كان هذا القرار تصحيحيا لانحراف وقع ثانيا مراقبة المخزون بملاحظة معدل الدوران يمكن استخدام معدل دوران الصنف كأسلوب من أساليب الرقابة على المخزون منه ويعبر معدل دوران الصنف عن عدد المرات التي تحول فيها من مجرد بنت المخزون إلى المبيعات ثالثا مراجعة الدورة المستندية تعتبر مراجعة الدورة المستندية للمخازن من الطرق التي تستخدم في مراقبة المخزون حيث يتم التأكد من أنه قد تم اتباع إجراءات التخزين المحددة وتم تحرير المستندات المصاحبة لها وعدم وجود أخطاء أو تجاوزات رابعا جرد المخزون أو جرد المخازن يمثل جرد المخازن إحدى الطرق الرقابية في مجال التخزين ويتمثل هدف من الجرد في التأكد من أن موجودات المخازن تتطابق مع ما هو مدوم بالسجلات والمستندات الخاصة بالتخزين ترجمة نانسي قنقر